تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأخيرة من سلبي أوروبا لهذا الموصل حلقة اليوم بعد فوز بايرم يونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا واللي بتجيكم مني أنا محمد عواد من قناة سلبي سبورت اللي بتمنى منكم تشتركوا فيها في البداية بنحكي ألف ألف مبروك لجماهير بايرم يونيخ ألف ألف مبروك مش اللقب بس ألف ألف مبروك بهذا الفريق اللي في سنتين أعاد تغيير دماؤه تماما شكل فريق آخر بدون منحس بدون منشعر بتكاليف عادية منطقية هذا الفريق اللي في إدارته في هيبة وفي ملعبه دائما في هيبة حتى خرجاته الأوروبية بالسنوات الأخيرة كانت بفرقية مباراة مش بنتائج كبيرة عشان نحكي له الفريق كان بعيد عن أوروبا ومعظم اللي أخرجوا توجوا في اللقب ألف ألف مبروك جماهير بايرم يونيخ وهي بتشوف مانيون ناير بيرجع ألف ألف مبروك جماهير بايرم يونيخ وهي بتشوف هذا الفريق عريق ومستمر بعراقته ما بغيب أبدا عن الساحة وعن الصورة وهارد لك طبعا لجماهير باريس سان جيرمان الفريق كان على وشك يحقق حلمه الآن مطالبة بعيد طريق جديد من أول مجديد الجودة الموجودة الأسماء الموجودة بدأ شوية تعديلات وربما تحقق المطلوب نبدأ ونتكلم بشكل واضح وبسيط صباح اليوم نشرت فيديو مع حساب دور أبطال أوروبا في تويتر وكان كلامي واضح ومباشر فيه أنه عشان تفوز دور أبطال أوروبا بدك تركيز عالي عشان تفوز دور أبطال أوروبا بدك شخصيتها بتسعين دقيقة وعشان تفوز دور أبطال أوروبا بدك فعلا تكون قادر تستغل فرصك مية في المية تجي لك الفرصة ممكن ما ترجع وربما هذا الجميع اللي شاهدوا اليوم سان جيرمان قلق فرص على المرمى بشكل أوضح من بايرون ينار سان جيرمان في تفاصيل تكتكية عامة في اللقاء تفوق لكن ما سجل بايرون سجل وفاز باللقب ربما ما كان الفرق كبير في المستوى كان كتير متقارب بس باريس كانوا يطلع متعادل باريس ما سجل الفرص اللي سنحت له حتى التسلل فيها اللي واحد لواحد ما عرفوا سجلوها فريق خذل اليوم من نجوم اللي وصلوا للنهائي يعني حتى ما نلومهم ما نجردهم كتير إمبابي نايمار أمام المرمى كانوا اليوم سيئين جدا في حين في مباريات أخرى كان هم من نجوم اللي وصلوا لهذا اللقاء واضح الرغبة الشليدة في اللقب أثرت على هذا التركيز وهون كان الفرق كومن بكرة واحدة أمام المرمى بكل هدو وضحها بشكل صحيح 100% وأهدى فريقه الحال بارمينغ اللقب على حساب الفريق اللي بلش منه مسيرته باريس سنجر طبعا اللقاء اليوم ما كان فيه مفاجآت كثير في التشكيل الأساسية ربما كومن لكن كومن فكرته كانت جدا واضحة وربما متوقعة عند البعض فلك بشخصيته القوية ما حيفكر أنه أنا كيف بدي أرجع لاعبي دافع على ديمارية وعلى إمبابي لو كان هو اليمين أنا مش هيك حسبة النهائيات حسبت النهائيات أنك أنت اللي تروع على المرمى حسبت النهائيات أنك أنت تفوز بش تدافع فاهم هذا الكلام من شخصيته كان واضح أنه هيك حيفكر فنزل كومن أنا بحاول أضغط أكثر على الظهير بحاول لما يطلع ديفز مع كومن يبسل عندي اثنين سريعين فبضطر ديمارية لو كان هو أو إمبابي يرجعوا أكثر فبخرجهم من معادلة الارتداد علي تقرار هو الوحيد ربما المفاجئ كان في التشكيلتين لاحظنا جميعا أنه أول عشر دقائق تقريبا بايرميوني خنق سان جيرمان بالضغط العالي بالضغط العكسي تبعه قدر يخلي سان جيرمان في مناطقه لعبة سان جيرمان انصدموا في البداية كان كل هدفهم يطلعوا الكرة فصورا نشوف كرات عم تتشتت أكثر مما أنها عم تصعد الفريق سرخايف يفقدوا كرة في منطقته فتروح الكرة على مرمى في مناطق قريبة وتكون شكل دفاعه ومش منظم فتكون قطيرة جدا بس بعد شوي في شوط الأول تحديدا ظهر النوسان جيرمان استوعب الدرس بلش يعرف كيف يطلع الكرة صح بلش يعرف يتعامل مع الضغط الكبير اللي وضع بايرميونيخ على هيريرا تحديدا بصفته هو محور نقل الكرة للأمام لخط الهجوم وبدأ يتعود صرنا نشوفه عم بحاول يفرغ باريليس ويلعب كرات طويلة صرنا نشوفه أيضا عم بحاول يستخدم حتى مدافعينه بالكرة الطويلة وبنفس الوقت كان فيه ظهير كيريرا عم بيطلع وبهجم بشكل ممتاز جدا على كظهير أيمن نحو الأمام كانت شجعته وشخصيته ساعدت سان جيرمان ورغم نجاح بايرميونيخ في جوانب معينة في شوط الأول حتى ما نغفلها يعني لو لاحظنا قليل جدا ما قدر إمبابي يشبك مع نايمار أو إمبابي يشبك مع الظهير الأيسر اللي عنده وبنفس الوقت دي ماريا مرة أو مرتين شبك مع الظهير الأيمن كان قادر يعزلهم عن بعض هذا خفف الخطورة ولغم ذلك كان فيه فرص سالحة في المقابل سان جيرمان دفاعيا لعب شوط أول ممتاز جدا أولا خلى ليفاندوفيسكي مش موجود لما يروح على العم قدر بثلاثة خط الوسط مع تمركز نسبي واضح مع خط الدفاع ممتاز جدا بينهم كان في تميز يجبروا ليفاندوفيسكي يكون مش قادر توصل الكرة مولر خارج المباراة تقريبا طوال الشوط الأول وأخرجوا أنه ما فيه كرة عم توصلك بنفس الوقت نيمار كان عم يقدم أداء جيد في الشوط الأول من ناحية تكتيكية تعزل الكنتارة عن خط الدفاع وهنا كان فيه نقطة كثير مهمة أنه بايرين لما صار فيه كل هذا التمركز مش قادر يدخل بالعمق بالكرة صار دائما مضطر يطلع على الأطراف يمين أو يسار وهنا كان أيضا فيه واضح ضغط أكثر على جهة اليمين بحيث دائما الكرة تروح على اليسار وكان فيه أوامر واضحة أول ما الكرة توصل ديبز لازم ينضغط عليه ديبز شاب صغير ظهر متأثر أخرجوه حتى ما خلوا يقدم المباراة الممتازة سان جيرمان قدم مباراة في الشوط الأول 100% صح مشان جيرمان لو انتهد المباراة في الشوط الأول بهدف مقابل لأشياء لقلنا بايرين لينيخ خطف اللقاء هالشي خلى بايرين لينيخ في الشوط الأول أيضا متسرع كثير شفنا كثير عم يمرر الكرات غلط شفنا كثير عم يحاول يرمي الكرة خلف بيرنت ويخلي جنابري يركض وكانت كرات طويلة مستعجلة شفنا حتى كومن وديبز لما كانوا يقربوا على بعض بكرات تكون كثير سريعة أمام ديفز فما يلاحقها أو سريعة أمام كومن فما يلاحقها كان فيه ارتباك لأنه بايرين ما كان قادر يرتاح أبدا طوال الشوط الأول سان جيرمان كانت أفكاره أوضح حجميا الكرة تنقل أي واحد من الثلاثة بيمسكها وظيفته ينقل الكرة بشكل سريع جدا للأمام ثم بتيجي زيادة من أحد اللعبين خط الوسط ربما هيريرا ربما ماركينيوس تحاول تصدم لعبي باير مينة وتشتت تركيزهم في موقف موقفين كانوا ممتازين جدا سان جيرمان واجهوا المرمى بشكل صريح جدا يتسجل فيه لولا ماني والنوير بالكرة الأولى والثانية كانت تراخي بالتركيز من إمبابي ملموس للغاية خلال الشوط الأول أيضا كان فيه اختبار صعب جدا لباير مينة خروج جيروم باتينج اللي بيقدم موسم جيد جدا ولا زول زالة اللعب اللي ملعب كثير هذا الموسم بس يخذ لهذا اللعب اللي قدم مباراة جيدة وبنفس الوقت هذا بوريك عمق تشكيلة بايرن اللي لسا عنده لوكاس هرناندز اللي بيقدر يكون ظهير أيصر وبقدر يكون قلب دفاع يعني الفريق كتشكيل مبني بشكل صحيح ومن الأشياء اللي لاحظتها خلال اللقاء اللي قدم دفاع بايرن هذا اللي بتقدم بشكل رهيب جدا وغريب جدا بخلي بعض الناس تطمع فيه بخلي الخصم يطمع فيه فبيحاول دائما يضربه على الأطراف بكرات طويلة بس هذا ربما المطمع بعض الأحيان بجرك لكرات خاطئة زي اللي شفناها كثير اليوم من باريس سان جيرمن الموضوع بده هدوء بده ربما صبر أكثر صح في ضغط عكسي السريع عم ببنعك تلعب الكرة طويلة وانت مرتاح بس ربما كانت محتاجة لشغول أكثر من دخيل يعرف كيف يضرب هذا الدفاع اللي بتقدم بهذا الشيء هو عنده واحد زي امبابي واخر زي نيمار وثالث زي دي ماريا في مجمل اللقاء ربما كان فيه معركة خفية بقدر أسميها معركة الرتم بليس سان جيرمن دائما بده يسرع الكرة لأنه رعبته أسرع فبيضرب بايرن فبيكون أخطر بايرن حس انه هذا مش برشلونة ما بقدر أرفع الرتم عليه كثير بايرن كثير تحسن بعد دقيقة عشرين لما قدري نزل الرتم اللقاء شوية فصارت السرعة مناسبة لإله مقابل سرعة سان جيرمن هذه المعارك اللي هي استراتيجيات اللقاء بتفرق كثير مين بفوز تفرق كثير مين بقدر يصند لآخر دقيقة وهو واقف لسه عرج ليه بقدر أحكي طوال اللقاء بايرن ما كان مرتاح حتى الشوط الثاني رغم أنه بعد الهدف سيطر عشر أو خمس عشر دقيقة وسان جيرمن خرج من اللقاء بس ما كان مرتاح بأسلوب لعبه بس في شيء يأخذ لبايرن في كل فترة معاناة كان فيه فكرة جديدة يعني في الشوط الأول الفريق ذهب بشكل واضح للعرضيات البعيدة شوي اللي تدخل منطقة الجزاء ويكون فيه جاي إما مولر مع ليفاندوفيسكي أو جنابري أو بالعكس يكون كومان وليفاندوفيسكي جاي من الجهة الثانية إذا كانت من اليمين أو من اليسار فعنده حل عنده حل بشغط الثاني بالصعود بالكرة شفنا الكنتارة عم بيرجع أكثر لورا الجنابري بيدخل أكثر في العمق فكيمتش بيتقدم أكثر ديبز بيتأخر شوي كومان بتحول لجنح أكثر تقليدية مولر كان يغطي شوي على اليمين غير تمركزه دائما هذا الفريق ميزته في طوال هذه الموسم فيه نحو فوزه بدورة أبطال أوروبا دائما فيه لحظة معاناة بس دائما فيه حل موجود مع اللعبين وكأنه معنا مدرم عارف السيناريوهات كلها المحتملة ومسلمها للعيبته وعشان هيك لما شفنا شغط الثاني والنقل النوعية في حركية بيرامينيخ قتالية بيرامينيخ ضغط بيرامينيخ وحتى احتكاكه ليصار أقوى لازم يوما ما نسمع التسريبات دائما بعد كل نهائدة والأبطال بتسرب الفيديو شو صار بين الشوتين وأنا أنتظر اللي أسمع كلمات فليك اللي غيرت الفريق ذهنيا تمرينات الخاطئة ربما واحدة أو ثمتين شوت ثاني مستعجلات كومان بحالة أفضل ليفز بهدوء أكثر كيمتش بشجاعة أكثر الفريق كله تغير ذهنيا وحتى تكتيكيا بشكل واضح بين الشوتين فيه شيء عمله فليك قلب الأمو فريق اللياقة البدنية ظهر واضح جدا نشوفنا حتى وجه لعبين بارين مقابل وجه لعبين سان جيرون تعرق الكبير لعبين عم بيطلعوا بدقيقة 75 من سان جيرون مش قادرين يطلعوا هذا يعني معركة اللياقة أيضا اللي كسبت برشلونة واللي كسبت ليون كسبت اليوم بنفس الوقت الذهنية يعني بارين سان جيرون بعد ما تلقى هدف خرج من اللقاء ربع ساعة ما بتقدر تخرج ربع ساعة وانت متأخر بهدف الشوت الثاني ما بتقدر أبدا ما علينا بيقول بدي أرجع رجع وحاول بس صار موضوع فيه استعجال لانه الوقت عم بمر عليه ورغم انه كانت صراحة في أكتر موقف قادر يسجل التعادل كما انه بايرن في أكتر موقف كان قادر يسجل الهدف الثاني وأيضا في جانب التبديلات فليك كان موجود مش بس التغيرات اللي صارت بين الشوتين شفنا عم بلعب ببرزتش اللي له جانب دفاعي كوتينيو اللي كان هدفه الأساسي لاحتفاظ بالكرة وانه لو صار في ضغط كثير يكون دائما كوتينيو إحدى الحلول للعبين وخاصة لما مع بطاقة صفراء زي جنابري وبالتأكيد مانيو نوير كان هو نقطة الحسم والفيصل وهو الوحش الأول هذا الموسم بلا نقاش في مذاكس حراس المرمى في العالم بس أيضا رحضنا تياكو على كنتارا في كثير مواقف رؤيته قدرته على التوزيع قدرته على تغيير دوره حسب مجريات اللقاء لاعب بايرين هيقسره يعني ما بدي أحكي بشبه خسارة توني كروس بس لعب مخسر صراحة حتى لو ملعب موسم كامل بعض الإصابات حتى لو كان في مداورة حسب مجريات اللقاء والخصم بس هذا اللعب عنده كثير شي أنه يطلع الآن يعني مخسر لبايرين حيتعب تيدور على مايسترو جديد لأنه لا كيمتش ولا غورتسكا بلعبوه هذا الدور بالمقابل سان جيرمن قدم مباراة جيدة قدم بطولة جيدة قدم ردات فعل جيدة أمام دورتموند أمام أطلنطا بس ما كملت معه كيلور نفس كان موجود اليوم بس اللي ما كان موجود إمبابي إمبابي يعني ربما هو الفرق ما بقدر ألوم سان جيرمن على شيء صراحة هي كرة واحدة نعم مرت من خلف ظهير ربما هنا الثمن كان نظرية أنه الثلاث الأمام ما كانوا عم برجعوا كثير بعد ما تعبوا في البداية فطبيعي لما تصير زيادة عددية تصير هفوة ثمنها كبير جدا لو كان في لعب إضافي من سان جيرمن ربما ما سارت ما بقدر ألوم سان جيرمن على شيء في هذه البطولة إلا أنه بايرن قوي جدا 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 في هذه البطولة فقط هذا سوء حظ سان جيرمن اللي لما تواجده كل لعبي إجاهم فريق ما بيخسر بفوز كل مبارياته بحقق أرقب خاسية كثيرة في طريق كل اللقب اللي بيليق بعراقته وبصنفه أكثر وأكثر ضمن مقدمة الأندية الأوروبية نوصل هنا لتهاية الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك وفيتار الإنستغرام وضروري جدا نتابعوني على قناة سيربي سبورت والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر